مرحبا بكم أبنائنا الطلاب لا يزال الحديث مستمر حول الـ Liquid Extraction تكلمنا بعجالة في التسجيل السابق عن الـ Series Extraction الشكل اللي أماننا عبارة عن P&ID لعملية Extraction لابد لطالب الهندسة الكيميائية في هذه المرحلة أن يكون له القدرة على قراءة هذه الخرط وبكفاءة وفهم ماذا يحدث فيها بصورة معمقة فالشكل اللي أمامنا لدينا Two Unit Operations Extractor 1 و Extractor 2 in Series كسلسلة الداخل لدينا نستطيع أن ننظر إلى الشكل من Two Prospectives من النقطة الأولى نستطيع أن نراقب الفيد وأيضا نستطيع أن نراقب الصورفان فلابد من اكتساب المهارة اللي يحتاج الطالب لفهم هذه الأشكال ومن ثم To understand how the process occurs فنجد بأن الفيد يتكون من A plus B يدخل إلى السيستيم ويقابل أيضا يدخل دائما لمعرفة ماذا يحدث بننصح برسم الخطوط المتقطعة كما يحدث في عمليات الماس بلانس ونراقب الأسهم الداخل والخارج فنجد بأن الداخل هو عبارة عن فيد A plus B والداخل أيضا هذا المسار هنا هذا المسار بغض النظر من أين يأتي يحتوي على C إذن الانلت لدينا عبارة عن A plus B و C C هو عبارة عن solvent تحدث عملية liquid-liquid extraction طيب ذكرنا بأنه لا بد من عملية mixing لو نظرنا بنجد بأنه السولفان يدخل من الأسفل بينما الفيد من الأعلى ونحن عارفين بأنه دائما أو معظم الأوقات السولفان زو كثافة أقل من الفيد فبالتالي عند الدخول يتجه مباشرة إلى الأعلى بينما ينزل الفيد إلى الأسفل هذه العملية تؤدي إلى تخلل السولفان مع الفيد وتحسن من عملية الماس ترانسفير ما الذي يخرج الأوتلت؟ نجد بأنه يخرج لدينا رافي نيت هو عبارة عن A ويخرج أيضا B plus C B plus C هو عبارة إذن ما هو المركب الذي نبحث عنه؟ هو عبارة عن B السي تخلصنا منه وهو عبارة عن الأوتلت الرافي نيت الذي يخرج من أسفل العمود B plus C بيخرج ثم يعاد تدويره أو يمرر في إكستراكتر نمبر 2 حيث يضاف fresh solvent وهنا السولفانت هو عبارة عن D في الحالة الأولى السولفانت C في الحالة الثانية السولفانت هو D أي لدينا في عملية واحدة two extractors two processes two different solvents يعمل ال D على فصل B plus D P B plus D أي نجح ال D بسحب ال B وتبقى لدينا السي الذي يخرج ويعاد تدويره مرة أخرى إذن السي هو extraction لفصل ال B وال D هو solvent لفصل ال B أيضا هذه الاكستراكتر قد تختلف في درجة الحرارة قد تختلف في ال PH وأيضا زي ما شايفين تختلف في السولفانت المستخدم لعملية الاكستراكتر المستخدم